هتطبق كيس الل عند اي واحدة فيها. هتطبق كيس الل عند ايه? اي واحدة فيها. احنا هندخل ان شاء الله نحل على طول في الشيت. ده من الشيط الاول. اه في الداية الشيط الاول كده جايب لك سؤال اللي هو بيقول لك بيديك الرسمة اللي على اليمين دي. ويقول لك ان اه ده عبارة عن ايه? طيب عشان نعرف السؤال ده. هنروح بس كده ناخد كزا على النواية دي وتيجي ازاي? لحطة ايه هو و ايه هو و نرجع تاني للسؤال ده. اول حاجة كده انا عندي حاجة اسمها عندي حاجة اسمها والاندي بندن سورس. طيب. بوساطة ايه هو الاندي بندن سورس ده هو اه هو مصدر مصدر اللي هو لو جينا ترجبناه كده بالعربي هو مصدر بيقول لك مستقل. يعني ايه مستقل? يعني كمتو بتفضل سابتة كمتو 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 بتفضل سابتة ايا كان محتوى الدائرة كهربية عامل ازاي? تمام? يعني مسلا لو انت عندك آآ بقول لك ان انت عندك فانت هتقول لي ان اللي عندك ده او البطارية اللي عندك ده ده متغير ده مصدر مصدر آآ مستقل يعني معنى كده ايه? يعني انا لو جيت قلت لك ان ده كمتو عشرة فولت فهو هيفضل كمتو عشرة فولت ايا كان المحتوى الدائرة عامل ازاي? تمام? يبقى كمتو مش ايه? مش معتمدة على مصدر تاني او او ايا كان شكل الدائرة عامل ازاي فكمتو هتفضل عشرة فولت. لو جيت قلت لك مسلا ان انا عندي عندي مصدر طيار نفترض مسلا ان انت عندك ايه اللي هو كيمته سبع امبير فهو هيفضل كيمته سبع امبير ايا كان المحتوى بتاع الدائرة كهربية عامل ازاي? تمام? طيب يبقى ده كده اول حاجة اسمها ايه طيب لو جيت عرفت شكله الشكل ببساطة بتاعه بيكون يا اما لو انت عندك مصدر آآ جهد او آآ طيار بيكون بيتعمل في شكل دائرة كده طبعا كلنا كلكم عارفين بيكون عندك مسلا موجب وسالب فده كده ده كده اسمه ايه وعندك اللي هو اللي بيتعمل في دائرة كده ده اللي هو الانديبندنت ده كده انديبندنت فولت سورس واللي تحت ده انديبندنت كارانت سورس طيب عندي نوع تاني اسمه النوع التاني من المصادر اسمه ديبندنت سورس معنى كلمة ديبندنت سورس يعني هو آآ بيقول لك هو مصدر تابع يعني ايه مصدر تابع يعني كنت بتتغير على حسب حاجة تانية في الدائرة كنت بتتغير على حسب متغير تاني او كيمة حاجة تانية في الدائرة يعني مسلا بتلاقي ان في مصدر جهد عندك بس معتمد على مصدر جهدي تاني او مصدر جهدي معتمد على مصدر طيار تاني او مصدر طيار معتمد على مصدر جهد او مصدر طيار معتمد على مصدر طيار تاني ده كده لو جيت بتشوف لو انت جيت عايز تشوفه في الرسمة الرسمة بيكون على شكل معين. بيكون على شكل معين. لو جيت اعملت كده. بيكون في شكل معين. طبعا? وهتلاقي عندك المجب والسالب. مجب. والسالب. ده كده اسمه وعندك نوع تاني. اللي هو يكون بالساهم. بالشكل ده. بالساهم كده. ده اسمه يبقى انت عندك كده. سواء او بيكون في دايرة. بيكون في شكل معين. ده كده لو انت عايز تعرفه بمجرد النظر بس. طيب. انا هنا عندي بقى. عندي بقى. السؤال بيجي لك ازاي? السؤال بيجي لك مسلا على احنا قلنا شكل بيكون بشكل معين. يعني بيكون بالشكل ده كده. بيقول لك ببساطة كده. شوف اللي اللي عندك هنا في الدائرة. هو اسمه ايه? هو اسمه ايه? يعني طيب اسمه ايه ده? معناه ان هو هو عبارة عن نوع ايه? هل هو ديبندنت فولتش ولا ديبندنت كارنت? تمام? وهو معتمد على مين? يعني معتمد على كارنت تاني ولا معتمد على على فولتش تاني. لو جينا بصينا على الرسمة الاولانية دي. الرسمة الاولانية دي. لو جديت بصيت مين فين عندك? هتلاقي ديبندنت سورس عندك اللي هو ده. لو بينا كده تجيب من القلم. الديبندنت سورس اللي عندك اللي هو ده. طيب? طيب. ده بيقول لك كيمته عاملة ازاي? بيقول لك ده كيمته عبارة عن تلاتة في في اكس. تلاتة في في اكس. طب فين فين اصلا الفي اكس دي? بيقول لك كيمة الفي اكس هي كيمة الجهد على الفرع اللي عند المكاومة رقم اتنين دي. يعني معنى كده. على كل ما تتغير كيمة الجهد عند المكاومة اتنين ده. كل ما كيمة المصدر الطيار ده يتغير. طب انا عرفت من انه هو مصدر طيار من علامة السهم دي. علامة السهم. علامة الفولت بتبقى موجب وسالب. الكارنت بيكون من علامة الايه? السهم. طيب. يبقى اول حاجة هو ده مصدر ده اول حاجة ده مصدر طيب. هو نوعه. نوعه هو بالزبط. هو اه كارنت اه كارنت ولا فولت. لا هتقول لي ده اه كارنت. طيب. هو معتمد على ايه? معتمد على كارنت ولا فولت? هتقول لي لا هو معتمد على فولت. عرفت من ايه? من الكلمة اللي مضروفة فيه. وبيقول لك ده كيمته تلاتة في في اكس. معنى كلمة طالما مضروف في في. يبقى هو معتمد على فولت. يبقى بوسطة. عشان اكتب اسم ده. بكتبه ازاي? بكتب الاول اسم اللي هو معتمد عليه. اللي هو يعني في عندك مصدر جهد بيتحكم. بيتحكم في ايه? بيتحكم في كارنت سورس. الكارنت سورس اللي عندك ده على الانين. يبقى ده بكتبه اسمه بالكامل عبارة عن ايه? في عندي مصدر جهد. بيتحكم في مصدر طيار. طيب. لو جينا عند الرسمة التانية. هيقول لي فين الديبيندان سورس اللي عندك? هتقول لي الديبيندان سورس اللي عندي. هو ده. الديبيندان سورس اللي عندي. هو ده. طيب. هتقول لي كيمته عبارة عن ايه? هيتقول لي عبارة عن خمسة اي اكس. خمسة في اي اكس. طيب فين هي كيمة الاي اكس? بيقول لك انه هو كيمة الطيار المارر في الفرع اللي هو في المقاومة اتنين. طيب. يبقى ده عبارة عن ايه? هتقول ده عبارة عن اه طيب. اول حاجة مين اللي بتحكم فيه? هتقول اللي بتحكم فيه عبارة عن مصدر طيار. يبقى اسمه بالكامل عبارة عن ايه? في مصدر جهد مصدر في مصدر طيار. يتحكم في ايه? بيتحكم في مصدر طيار برضو. فيبقى ده اسمه بالكامل عبارة عن ايه? تمام? طيب. هتيجي في الرسمة التالتة هتقول لي فين عندك اللي هو اللي هو اللي عندك هتقولي اللي هو هنا على يمين ده. طيب ده عبارة عن ايه? هتقولي ده عبارة عن طيب قيمته عبارة عن ايه? قيمته عبارة عن خمسة في اي اكس. فين هي الاي اكس? هتقولي الاي اكس هي عبارة عن مصدر الطيار اللي مارد في المقاومة واحد. يبقى يبقى ده لو جيت اكتبه كده هتقولي ايه? هتقول الاول ده مين اللي هو بتحكم مين المصدر الاساسي هتقول لي اللي هو اللي هنا. يبقى ده عنده في مصدر طيار بيتحكم في حسن كده بكتبها ايه? طيب الاخير ده هيكون عبارة عن ايه? هتقول لي ده عبارة عن مصدر جهد. اللي بيتحكم فيه مصدر جهدي. يبقى عندي اسمه ايه? طيب? طيب. انا عايز بقى كده الناس آآ تكتب لي? اللي هو السؤال ده اللي جالك في الشيت. ده نوع ايه? اللي هو مصدر مصدر ده اللي عندك. هو عبارة عن ايه? تمام? الناس بتقول دي. بقى الناس متفاكين ولا لأ? تمام? هي فعلا دي. ليه دي? لان ده هتقول لي ده عبارة عن مصدر ديبندنت. ديبندنت ليه? عرفت ان هو شكله معين. طيب نوعه ايه? طيب مين اللي بتحكم فيه هتقول لي على حسب الكيمو? هي عبارة عن ستة في يعني اللي مر هنا. اللي مر هنا. فده عبارة عن مصدر طيار. مصدر طيار بيتحكم في مصدر طيار. يبقى اسمه ايه? تبام? ده كده كان اول سؤال. اشتركوا في القناة